أزمة اقتصادية خانقة فرضها حضر كورونا على المحال التجاري في مختلف أسواقها وأنواع مبيعتها لتظهر بوضوح في المرافق التجارية السياحية في عموم البلد ولربما قليم كردستان الأكثر سياحة بدأ متأثرا بالأحداث من طرف السياحة طبعا السياحة بشكل عام كعراق نحن نحشكا عايشين بالعراق بشكل عام وهو ركوع تام من الجنوب إلى الشمال يعني هذا كل محافظات كل محافظة مثلا تعليمات عنده السيستم من وزارة الصحة وسياحة طبعا ركوع تام عنده بحكم ماكو صار حجز حجر صحي صار كل محافظة عنده تعليمات حسب وزارة الداخلية وحسب وزارة الصحة طبعا يعني والله الوضعية تأثر علينا تعرف الاقتصاد وويما الكورونا فإحنا أولا شي قاعدين إيجار والوضع تعبان شغل ماكو لا مطاعم لا كل شي يعني الوضع فدناه بسوء أي والله وضعيتنا كل تعبان من ناحية الإيجارة بالمولدة كل الأوضاع سيئة إلى أسوأ أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد وأزرت على أوضاع النفط وخفاض أسعار النفط تأثير الاقتصاد يعني اقتصاد موزين يعني ما المحلات أو ما الناس هو يعدى مشاريع هو يعدى شغلات تفاقمت الأزمة وعمت الموظفين وأصحاب الدخل اليومي بتعطل الأعمال وتأخر الروهة ليظهر ضعف الطلب على السلع واضحا ولأصحاب الأملاك مواقف متبينة وجه المستأجرين في ظل كورونا والإيجارات يبقى على صاحب الملك صاحب الملك نعني النوبات صاحب الملك تقريبا صار عنده سماح شهر يعني مو كلهم والباقي لا ماكو سماح يقول أن الحكومة ضريبة يستلمني رسومات الحكومية نعني مستمرة ماكو أكو ناس صاحب الملك النوبات يعني من طرفهم الإنسانية يقول يابا هذا شهرين شهر لا تنطي أو شهر الثاني لا تنطي هذا الأمور ما للملك سبب هذا الركود هسل دائن شوفه بالسوق هو سبب انخفاض النفط اللي داي يصير بمستوى العراق وأدى إلى هذا إلى انخفاض السوق من ناحية الباع والمشتري وأثر طبعا بشكل على السوق هذا كل يتاع الأسواق على التجار وهم سبب انقطاع الرواتب اللي الزامنوية كورونا اللي هو الفيروس كورونا فأدى إلى هذا السوق مثل ما تشوفه طبعا انخفاض جدا بالمبيعات بالأسواق بشكل واضح طبعا هذا الأزمة قد تأخذ فترة أطول وانعكاسات سلبية أكبر دون وجود حلول اقتصادية حقيقية تتخذها الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية الأزمة الحالية الاقتصادية شخصت وكشفت بشكل واضح الخلل فيه كريت الاقتصاد العراقي المعتمد اللي هو اقتصاد ريعي معتمد بجنسبة 93% على النفط لو تم استثمار نفط بشكل جيد ممكن بعض الانتاج الفائض خاصة في فترات انخفاض الأسعار توجه لتصنيع المشتقات النفطية أو صناعات بيتروكميائية أو صناعة الأسمدة وبالتالي تحقق دخول إضافية وتحقق فائدة أكثر من هذه الثروة أنعم بها الله على بلاد الرافدين يبقى للأزمة تأثيرها ما دام لوباء كورونا وجود يكون المؤشر في ارتفاع أعداد الإصابات وانخفاضها مؤثرا مباشرا على الأوضاع الاقتصادية الجارية اشتركوا في القناة